امتى قالك برافو؟ امتى اعترف بيك كمخرج؟ لا هو دايما بيشجعني من الأول خالص بس امتى قالك بص يا مروان انت دلوقتي اصلا انت مخرج مختلف يا مروان انت الحقيقة مخرج مهم جدا يعني بتقود جيل كامل قالك انت يعني ان يعترف وحيد حامد بثقة له بابنه فده برضه بصراحة من أول يوم هو بيشجعني يعني بصراحة شديدة جدا يعني أنا ما فيش عمل أنا عملته إلا وكان هو بيشجعني فيه تشجيع كبير جدا يعني اول فيلم عملته كان ايه وشايفه يعني هو مثلا اصعب حاجة اللي هي يعني طبعا فيش هو لمعهند السينما بس اصعب حاجة واصعب تجربة كانت للفيلم القصير اللي هو كان متاخد عن رواية او قصة دكتور يوسف إدريس اكاد لابد يالي ان تضيق النور وهو كان فيلم يعني قصير طويل كده لأن مدته 40 دقيقة وكان حساس جدا والحمد لله الفيلم ده يعني حقق نجاح وهو ده كان من الأفلام اللي هو كان الآن وهي بتتعمل لصعوبة القصة نفسها بس يعني التشجيع يعني سندني جامل جدا وأنا بعمله طبعا وبعد ما عملته يعني بس أنا طول الوقت كان بيسندني مساندة كبيرة جدا كنتوا بتتناقشوا يعني مثلا يجيلك سيناريو أو يجيلك عمل فكنت تروح له تتناقشوا بنتناقشوا ناقش بنتناقش كتير جدا وبنتناقش في كل حاجة يعني في الشغل وغير الشغل ودي حاجة كانت مهمة جدا ان يعني الواحد بيبقى محتاج رأي ومحتاج صديق كمان والدي كان يعني برجع له عشان يقولي الرأي وفي نفس الوقت هو كان صديقي صديقي الأكبر يعني طبعا كنا بنتناقش وطبعا كنا بنتشاور كنت بتاخد بنصيحته ولا أحيانا لا يعني ممكن الواحد وهو أصغر في السن ما كانش ياخد بس أنا في السينما تحديدا تحديدا كنت دايما أخد بكل النصيح لما دايما أنا عمر ما كان ودي حاجة كان مميزة جدا أنا عمر ما كان والدي يقول نصيحة هو كان دايما هيحكي قصة موقف هو دايما النصيحة مش نصيحة كده جافة اعمل كذا ما تعملش كذا هو دايما هتبقى حصل كذا 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 أو أنا مريت بموقف كذا 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 وتعلمت منه كذا فبالتالي أنا هنا بتعرض لخبرته بشكل ما خبرته الكبيرة جدا ومشواره الكبير جدا هو حكهولي بشكل كبير جدا في أوقات كتيرة جدا وده فرق معاك يا جامد موسيقى